هذا دانيا للبطل فيلمنا أما ديفا تكون نواز وفيلمنا بيبدأ سنة 2008 بحدوث عمليات إرهابية في مدينة مومبي وقدت لوفاة 160 مواطن هندي والمتسبب في كل ده عشر أشخاص مسلحين تابعين لجماعة اسمها الأشكار وحولوا المدينة لضمار شامل وزلوا الهند قدام كل العالم وبعدها بالروح لسنة 2015 في مدينة شيكاغو وبينجي دانيا الراكب عربيته وفي واحد بيحاول يغبطها له وهو مش عارف السبب فبيقرر يجري وراه عايز يمسكه علشان يرجع حقه وبعد مطاردة طويلة ما بينهم هم الكنين بيقدر يحصر ويخليه يقف وبيفضل يضرب وعايز ينتقم منه لحد ما بيخليه يقع من فوق الكبري وينزل في النهر ويختفي فيه وفي الوقت ده الشرطة بتوصل للمكانه وبتقبض عليه وللأسف الجثة في النهر بتكون مفقودة ومحدش عارف يوصل لها والمحكمة بتصدر قرار بحبس دانيا لإنه قاتل وبعدها بيدخل السجن وعلشان نعرف اللي حصل خلينا نرجع لست شهور في الماضي وده بيكون واحد من جماعة لاشكار والقايد بتاعه بيكلفه بمهمة علشان ينفذها ولما بيكون في المية بيرمي شنطيته على الشاطئ وبيحاول يستخبه في النهر علشان محدش يشوفه من الجنود لكن للأسف ما بيقدرش يستحمل وبيضطر يطلع لهم وبيقدروا يقبضوا عليه وبعدها بياخذوا المقر المخابرات وبيخلوه يشوف كل أنواع التعذيب علشان يعترف وبيعرفوا ان جماعة لاشكار بيخططوا العملية جديدة في الهند وما يعرفوش مكانها فين وقتها الزابط ساميد بيعرض على القايد روي يقوموا بعمليات اختيال لكل رؤساء الجامعات الإرهابية وفعلا بيقتنع بكلامه ويروح يكلم رئيس الحكومة لكن بيرفض لانه بالشكل ده هيدخل البلد في حرب فبيقرر يرجع للزباط بتوعه وبيقول لهم هالنفذ المهمة من غير ما الحكومة بتاعاتنا تعرف حاجة وبعدها بيدوروا في كل الملفات على شخص مناسب للعملية اللي عايزين ينفذوها لحد ما بيقدروا يوصلوا الزابط اضطرد من الجيش وسمعته وحشة ومختفي بقاله سنين واسمه دانيال وبيقرروا يروحوله وبيعرضوا عليه المهمة ولو قدر ينفذها هيرجع للجيش وهيرجع هبته وشرفه من تاني وهو بيوافق على المهمة ومستعد ينفذ كل كل كلامهم وقتها بيأخذ كل الأوامر والتعليمات منهم وبيقولوا له لو اتقبض عليك محدش منه هيعرفك وبيحددوا له أول هدف وبيكون اسمه ساجد مير وهو اللي بيخطط لكل العمليات الإرهابية الجامعة لاشكار وتاني يوم بيسافر لمدينة لندن وبيقابل واحدة اسمها نواز وهتساعده علشان يوصلوا بسهولة وبنكتشف انها شغالة في شركة خاصة بتتعامل مع مخابرات العالم مقابل الفلوس وبعدها نواز بتقدر تتعرف على ساجد مير وبيفضلوا ماشيين وراءه بيرقبوه في كل مكان لحد ما بيلاقوا داخل البيت بتاعه وبعد شوية بيشوفوا نازل تاني ورايح مشوار وساعتها دانيال بيطلع المواسير وبيقدر في نهاية الأمر يدخل شاقته وبيفضل يفتش في البيت على أي حاجة ممكن تفيده لحد ما بيلاقي واحد داخل المكان وبيشوفوا بيدخل الرقم السري وبيفتح الخزنة الخاصة بيه فبيفضل يضربه ويسيطر عليه وفي نهاية الأمر يتخلص منه وبعدها بيأخذ جوازات السفر والحاجات المهمة التي ستساعده في العملية وبيفتح الغاز علشان ينتشر في كل المكان وأول ما بينزل بيقول لنواس تروح لساجد مير وتولع منه سجارة وفعلا بتسمع كلامه ومش فهم السبب وده بيخليه قريف جدا ويولع هو كمان سجارة وفعلا بيدخل شاقته بتكون السجارة في فوقه وقتها المكان كله بينفجر وبكده دانيال ينفذ أول مهمة له وبعدها نواس بتزعق له لأنه وراتها في جريمة ملهاش ذنب فيها وبتكرر تبعد عنه وقتها أفراد المخابرات بيشوفوا الخبر في التلفزيون وكلهم بيبصوا البعض ويكونوا فرحانين جدا وبعدها بنرجع لوقتنا الحاضر وبينجي دانيال في السجن ومسك حجارة ألم ودخلها السجن بطريقة غير مشروعة وساعتها بنعرف ان هدفه الجاي وحد اسمه ديفيد وهو اللي بيصور كل الأماكن ويسلمها الجماعة لشكار وفي سنة 2009 تقبض عليه ويسجن في أمريكا ووقتها دانيال يستطيع أن يرى ويراب كل تحركاته ويجدد داخل الحمام تحت حرصه مشددة جدا ويفضل يتابعه ويأخذ باله من كل شيء تحصل في المكان فبيقرر يشتري M3 ويبدل البطارية ويضع الحجارة للألم اللي كانت معاه ونكتشف انها مادة لو لمس جسم ديفيد هتتقلص عضلاته ويموت خلال دقيقة وعندما الأمن يفتشه ويجدد M3 لا يشك في أي شيء وفعلا يدخل الحمام ويتشعلق في المواسير لكي كاميرات المراقبة لا تجيبهوه لحد ما يوصل لمسورة الدوش ويفك الحجارة ويضعها في المكان ويرجع كل شيء مثل الأول وديفيد كالعادة يدخل الحمام ويأخذ الدوش وأول ما يخرج تحصل له حالة اختناء ويقع على الأرض ويفقد الحياة وتاني يوم دانيال تجيله زيارة ويعرف أن الرجل الذي وقع في النهر عايش وبكده لا يوجد قضية وأول ما يخرج يذهب يقابله ويجعله فلوس ونعرف أنها خطة وعملوها مع بعض وبعدها يكلم سفارة باكستان ويقول لهم ساجد مير مات على إيد المخابرات الهندية وعلشان يوريهم الدليل لازم يقابل زعيم جماعة لشكار ويعرفهم النظاب السابق في الجيش الهندي وعايز انتقم من بلده وطبعا يكونوا شكين فيه ويتفقوا في النهاية السفر لسوريا ويقابلهم هناك وبعدها يذهب للنواز ويطلب منها تساعده علشان يدخل سوريا وفعلا بتسمع كلامه وتوصله للمكان الذي يريده وفيه سواق يودي الجامعة لشكار لكن يقدروا يحصره ويفضلوا يضربه فيه ويكونوا شكين انه تابع للمخابرات الهندية ووقتها كوريشي بيصوره فيديو علشان يبعثوا المقر القيادة لكن الشبكة بتكون وقفة وما بيعرفش يبعثه ولما بيسيب المكان ويمشي نواز بتكون مرقبه وعايزة تنقص دانيال ووقتها بتدخل البيت وبتفضل تموت في الناس اللي مسكينه فبيتضايق جدا وبيزعق فيها لانها بوزت خطته وكوريشي بيكلم رجالته ومحدش بيرود وبيحس بحاجة غريبة بتحصل ودانيال بيحاول يوصله قبل ما يبعت الفيديو للمخابرات الباكستانية وبيفضلوا يضربوا على بعض نار وقبل ما كوريشي يبعت الفيديو بيقدر يوصله وبينطق اسم دانيال قبل ما يموته والمخابرات الباكستانية بتكون متضايقة وبتقرر تنتقم وساعاتها بيروحوا لسفارة الهند في دولة الأردن وبيرعبوا مسئول دبلوماسي وهو داخل بيته وبيفجروا شاقاته بنفس الطريقة اللي مات بها ساجد مير وكل وسائل الإعلام بتتكلم عن الحادث وفريق المخابرات الهندي بتأكد وقتها ان باكستان عرفت بالعملية بتاعتهم وساعاتها روي بيكلم دانيال وبيقوله المهمة تلغت لان المخابرات الباكستانية عرفت ان هو عميل هندي ولما بيجي الليل بيقابل نوازه بيكون متضايق لان المهمة تلغت وفي نفس الوقت عايز رجع هبته وشرفه لانهم امتردوا من الجيش وبيحكي لها انه كان ظابط وبيحصل عليهم هجوم لمدة 3 أيام متواصلة وكان لازم يطلبوا دعم من القيادة لكن العساكر بقى لهم 3 أيام مكلوش ولا ناموا ومش قادرين يتحركوا وفي لحظة مدنيال بيسيبهم علشان يطلبوا الدعم المكان كله بينفجر ولما بيوصلوا له بيلاقوا بعيد عن مكان الجنود اللي ماتت ويطردوا من الجيش علشان ساب نقطة تمركزه وبعدها بنرجع لوقتنا الحاضر وبيقرروا يسافروا لدولة باكستان وبيدخلوا البلد بجوازات سفر مزايفة وبيعطوا المطار وبعدها بيروحوا في فندق علشان يعيشوا فيه والمخابرات الهندية تعرف انه رفض ينفذ الأوامر فبيقرروا يساعدوا لانهم مجبرين فبيبعتوا له واحد اسمه خالد وبيقولوا الشفرة اللي بينهم علشان يساعدوا في المهمة ووقتها بنعرف انه يريز يموت شخصين وهو اللي بيدرب الجماعات المسلحة علشان ينفذوا العمليات وحاليا مقبود عليه ومسجون في باكستان وبعدها بيعرفوا ان هاريس هيعمل مؤتمر كمان خمس ايام فبيرجع للفندق وبيشوف كل اخطاباته القديمة وبيأخذ باله من المايكل اللي قدامه وبيعرف انه تابع لمحل اسمه رشيد ولما بيروح لخالد بيلاقي اخو عمال بيتخانق معه علشان يجاوزوا وبعدها بيعرف ان يوم في مصف ظهره وكل جمعة الدكتور بيروح له وبيديله حقنة والجمعة الجاية هتكون يوم 14 في الشهر ومؤتمر هاريس يوم 15 وانواس بتسأله ازاي هتموتهم هم الاتنين في يوم واحد وفي نفس الوقت فبيقرروا يروحوا العيادة وبيرقبوا واحدة اسمها امينة وبتكون مساعدة الدكتور اللي بيدي اليوم في الحقنة والساعتها انواس بتروح لها البيت وبتتعرف عليها ولما بتتكلم معاها بتعرف انها بتكره جامعة الاشكار لان ابنها انضم ليهم ونفذ عملية انتحارية ومات وده بيخليها تتشجع وتعرض عليها تساعدهم في المهمة وهي بتوافق وما بيكونش عندها اعتراض وبعدها بنشوفها بتعيط وعملها بتتفرج على صور ابنها ومن ناحية تانية دانيل بيخلي خالد يروح لأخوه وبيقول له انا موافق اجوزك وعملك فرح وهو بيروح لمحل الرشيد وبيأجر كل المايكروفونات يوم 14 في الشهر يعني قبل مؤتمر هاريس بيقوم وبعدها امينة بتدي للدكتور الشنطة اللي فيها الحقنة ولما بيوصل السجن علشان يقابل يوم فيه بيكتشف ان العلاج اللي موجود غلط وبيكلم امينة في التليفون وبالشكل ده الجرعة هتتأجل ليوم 15 ولما بييجي الليل بيعملوا الفرح وكلهم بيرقصوا وهما بيأخذوا المايكروفون وبيحطوا جوال مواد مفجرة وبكده بيكونوا جاهزين للمهمة ومن ناحية تانية المخابرات الباكستانية بتعرف ان اسمه دانيل وابوه عكيد متقاعد وبيبعاته عميلي يزور امه في البيت وبيمثل بانه بيسجل هوية الناخبين وبيطلب منها يشوف صورة ابنها علشان ما يحصلش تزوير في الانتخابات وساعتها بيبعاتها الجهاز المخابرات لكن بتكون صورته هو صغير وفي نفس الوقت بيحصروا كل اسماء المساجيني اللي دخلوا بعد ما دفتت سجن وخرجوا بعد ما مات لحد ما بيقدروا يوصلوله وبيعرفوا انه عمل قضية قتل مزيافة علشان يدخل السجن وبيقرنوا الصورتين ببعض وبيعرفوا شكل دانيل خان ووقتها بيكتشفوا انه دخل باكستان وبيشوفوا صورته في المطار وبيصدروا قرار بتوزيع صورته في كل مكان علشان يقبضوا عليه وساعتها بيجي يوم العملية ودانيل بيسيب الفندق اللي هو فيه واول ما بيخرج من المكان بيجي فاكس بصورته اما امينة بتدي للدكتور الشنطة اللي فيها العلاج المسموم وهو بياخدها ويروح السجن وبيشوف يوم فيهناك وبيمسك الحونة وبيجاهزها ليه وبعدها بيدهاله وهو بيقع على الأرض وفي الوقت ده بيفقد الحياة وبيموت ولما بيذهب لدانيل بنلاقيه في المؤتمر وهاريس بيتكلم في المايك وقريب جدا منه وساعتها الشرطة بتوصل للمكان وعايز تحميه ولما بيفجر المايك للأسف بيتم انقاذه وبعدها بيضرب فيهم ويركب عربية شرطة وعايز يوصل لهاريس ويموته وبعد مطاردة كبيرة بيقدر يغبط عربيته بخليات تقلب ووقتها بيروح له بيلاقيه مصاب وبيضرب عليه النار والمكان كله بينفجر بيه وبالشكل ده بيقدر يقتله وبعدها بيروح يقابل نواز وخالد وبيكلم الزابط روي ومش عارف هيخرج بره البلد ازاي والمخابرات الهندية عمالة بتفكر هتعمل ايه لحد ما روي بيقابل رئيس الحكومة وبيحكي له عن المهمة السرية اللي اتعاملت من وراهم وبيقول له لو مساعدتناش دانيال هيسلم نفسه ويعترف انه عامل للمخابرات الهندية فبيضطر يوافق ويبعث الزابط سميت للقاعدة البحرية ويركب الغواص علشان ينقذهم ودانيال ونواز بيوصلوا للمينة وبيقابلوا صاحب مركب ويمشوا في البحر وعايز يدخل بهم الحدود الدولية وبيديهم جهاز تحديد الموقع لكن بتظهر سفينة حربية لدولة باكستان وبيفتشوا كل المكان وبيدوروا عليهم وهم بيكونوا تحت المية وبيحاولوا يداروا نفسهم وللأسف الزابط بيشوف جهاز تحديد الموقع في المية وبيعمر الجنود يضربوا نار في الاتجاه بتاعه بطريقة عشوائية لحد ما بيتطمنوا ان ما فيش حد في المكان وبيخلي المركب ترجع للشاطئ تاني والمراجبي بحركة زكاء بيرميلهم طوق النجاة والزباط في الغواصة مستغربين هي للمركب بتاعتهم وقفت وبالشكل ده مش يعرفوا ينقذوهم علشان معدوش الحدود الباكستانية ودانيال ونواز بيطلعوا من قاع البحر تاني وبيمسكوا في طوق النجاة وللأسف دانيال في الوقت ده بيكون مصاب جدا وبعدها بيقع في المية وبيفقد الامل في ان هو يعيش وللأسف بيودع الحياة ولما الغواصة بتختارك الحدود الباكستانية للأسف ما بيلاقوش غير نواز هي الموجودة قدامهم ودانيال مات وبعد فترة نواز بتكون لوحدها وبتفضل تفكر فيه ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك لقناتنا فيلم فيحدوتا وفعل زر الجرس واستنونا فيلم جديد